السلام عليكم من بعد هذه الفيديوهات الكاملة اللي درناتل دابا اشنا هو الاشتقاق وعليش تنبغيون نعرفوا قبيلية اشتقاق شدالة اول حاجة غنبداوها هي نعرفوا اشنا هو الاشتقاق هندسيا وقبل ما ندخل في التفاصيل نفكركم دايما بخوتنا لفغزة والسودان ولبنان وفي اماكن متفرقة في العالم دعو لهم فصلاتكم واستمروا في المقاطعة على الشركة لتتقاطعهم و لو تديروا المستحيل باش يبعوا المنتجات ديالهم اللي ما بقاوش تتشراوه بسم الله وعلى بركة الله تعالى شنه هو الفرق ما بين هاد الكتابة ديال ديالتا وهاد الكتابة ديال دي باش نجاوب على هاد السؤال غنحاول نبدأ بالفرق اللي ما بين ديالتا اكس والدي اكس تكشي اللي في المقام اولا عرفنا في الحلقات السابقة ان ديالتا هي واحد الفرق صغير ديالجوز قيم بمعنى انه الى عندك الحدود ديال واحد المجال هما اكس زيرو اكس فمنين ذاك الحد اكس تبدأ يقرر بالحد اكس زيرو فذك المجال اللي ما بين اكس او اكس زيرو يعني الفرق الليousingهم هو اللي تنسميه الديلتا ديالتا ديالأكس يعني باش حال خص اكس زيرو تغير بلاسه باش توصل الامر واذاك التغيير يقدر يكون موجب او يقدر يكون سالب ولكن منين ذاك اكس تبدأ تقرر بالاكس زيرو بزاف 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 حتى تتولي تقريبا من طابق عليها تقريبا ولكماشي من طابق عليها فدك المجال أو الفرق الذي قلنا اسمتو دلتا X تيولي اسمتو دلتا X لحقاش تيولي صغير بزاف 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 لدرجة أنه تقريبا تيولي تسوي زيرو مرة أخرى تقريبا وماشي تسوي زيرو فX0 تبقى ضروري أنها تغير بلاصها بمعنى آخر نهاية دلتا منين X كتمشي لX0 أو منين دلتا X كتمشي لZero هي دلتا X يعني دلتا X هي فرق كذلك دي الجود قيام ولكن واحد الفرق المتناهي في الصغر وما يمكن أن نعبره عليه إلا بالنهاية وبالتالي فكذلك النهاية منين دلتا X تتمشي لZero ديال دلتا Y على دلتا X تتسوي دلتا Y على دلتا X وهذا هو اللي تنسميه لإشتقاق دلتا Y بالنسبة لمتغير X يعني منين نغيرنا في القيمة دلتا X ما حال تغيرت القيمة دلتا Y وهذا هو الفرق الحقيقي ما بين القاطع لسيكون والماماس طنجون ورجع تفرج في هذا الحلقارك سوف ترى الكثير من الحواج بخصوص هذا الموضوع إن شاء الله تعالى وسوف ترى نيتا أنا لاحظ أنني هدرت على أن X ضروري تغير من بلاستها سواء في الاتجاه السالب أو الموجب فالتغيير التغيير هو عليك مبني الاشتقاق كامل وليس بالضروري يكون غير في البلاستها ولكن حتى في حواج اخرين وهذا ما سوف نرى هذا إن شاء الله تعالى افترض أني لديك واحد المستقيم للعرض هو ULX والطول هو VLX دابل مساحة هذا المستقيل هي UFV ويجب أن تغير مساحة هذا المستقيل ما فيها غير واحد أعطاني واحد المستطيل زائد للمساحة دياله هي ULX في Δلتا V بالطبع وهذا التغيير خلق لي واحد المساحة صغيرة زائدة والتي تتساوي دلتا U في دلتا V ده باش حل المساحة إلى المستطيل الكبير منطقيا هي المجموعة دي المساحات المستطيلات لدي وانا عندي العرض إلى المستطيل الكبير هو ULX زائد دلتا ULX والطول دياله هو VLX زائد دلتا VLX فالطول في العرض تساوي مجموع مساحة المستطيلات دباء أنا لاش بريت نوصل اللي بريت نوصل له هو نعرف ذاك التغيير اللي تزاد في المستطيل منينزدنا في المساحة دياله شحل تساوي ها أنت ULX في LX ذاك شي اللي بزرق هي المساحة نتاع المستطيل الأصلي قبل الزيادة وبالتالي ما عندي ما ندير بها فبقى لي هاتش اللي في دلتا يعني المستطيلات اللي تخلقو نتيجة التغيير لدرناه وهاتش هو دلتا V على دلتا X هاتش تيش بالل قاعدة ديال الدرب نتاع الاشتقاق من غير هاد المستطيل الصغير اللي بالحمر واللي خلق لنا مشكلة ما تنساش أن التغيير اللي درناه هو تغيير اللي كبير رهزدنا ب دلتا كاملة أما في الاشتقاق فاحنا تنهضروا على تغيير صغير بزاب تغيير اللي غادي لزيره بمعنى إلا هاد المستطيل غيرنا في المساحة دياله وزنا فيه ولكن بشكل صغير بزاب فاحنا تنولي نهضر على D ومتنمقاش نهضر على دلتا وبالتالي الكتاب اللي التحت فيما لقيت دلتا سنرجع هذا وبالتالي فذلك المستطيل الصغير اللي بالأحمر زاد صغير وما حدك تددي دلتا إكس الزيرو تيزيد تهوي صغير حتى تيولي مهمل بحليلة ما كانش والمساحة دياله ما سنقوش ناخذها بعيد الاعتبار وتنحيدها من العملية وحنا قدرنا نبينه هندسيا على الاشتقاق ديال اوفي في دباتش اللي درناها على قاعدة الضرب تقدر تديروا على أي قاعدة من القواعد اللي برهننا عليهم جبريا في الحلقة الفائتة حاولت برهن عليهم وصفتهم لنا على الإيميل وللانستغرام وللواتساب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته